السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي وان شاء الله نشترك معكم نوعين من الكغاتا سهلين وكيتحضروا بسرعة وغدا نحضرهم ان شاء الله بدون يجبن إلا كان كيعجبكم هاد النوع من الفيديوهات يعني وصفات سريعة وكتحضر بسرعة وفي نفس الوقت صحية وصلوا هاد الفيديو الاكبر عدد من اللايكات وان شاء الله بنحاول مرة مرة نشترك معكم وصفات سريعة وصحية في نفس الوقت اول حاجة غنبدو بها بسم الله على بركات الله هنا خضيت واحد زوج ديال بواعو يعني البورو قطعتهم وشحرتهم شيف زيت الزيتون غنضيف لهم دبا اه فلفلة حمراء مقطعة يعني اللي اللي ما شويتهاش في الفرن يعني خضرة صافي كنا نشحر مزيان هاد المكوينين هادو ومن بعد غدا نضيف اه اه دجاج او اه او لداند اللي حتى لداند ممكن هاد اللي اضفته هو هو لداند هنضيفه دبا مع القضية الزنجبيل الملح يبقى على حسب الضوء وهنا الكوركم او الخرقوم الفلدي شوية ديال الفلفل الاسود غي شوية مشي بزايف اه شوية ديال الفلفلة حراء وهدي كتبقى اختيارية شوية ديال النوس كمياد ليل مع الدنوس مشي شوية وانما موهيم لا كنت يمكن الاندية قدرنا نضيفه كمية كبيرة كجيم الكاتت ماشت تواتام مديان معهده معهاد المكوينهfit هادو سوف هاد سقول غي كنضيفه التوابي اللي كنطفي عليه وغدا ن اوضعه لله أجنبي ببارد اا واحد شيوية ما برد ليا شوية هاد المكونات هدي اضفت ليا هنا اه حليب جوز الهند لي هو زيت الكوك. اه زيت الكوك اللي نقدره عفوا مشي زيت الكوك حليب الكوك. حليب جوز الهند. اللي نقدره نعوضوه بحليب اللوز او حليب الشوفان او يعني كنين بزافتي الانواق دي الحليب وممكن كذلك انكم تستعملو الحليب حيواني يعني حليب اه البقر. نخلطو دبا ضفت استع دي الحبات دي البيض. نخلط مزيان هاد المكونات هادي. صافي كتصبح واجده دبا غا نجيب المول دي الموفين باش غدا نستعملو. اه هند هنتو بشوية ديل زيت الزيتون ورشيتو بشوية ديل زنجلان اللي هو السمسيم. اه السمسيم عوض بغيد دقيق لان هاد المول دي اللي موفين عندي انا كيلسقوه. اه ممكن كذلك اننا نعوضو هاد اه دقيق او اه السمسيم اللي هو الزنجلان بورق الطهي. سافي اغضا نعمر هاد اه هاد الاثناء كنكون اه سخنة الفرن طرجة دي الحرارة ديالو كتكون اما من مية وثمانين حتى الميتين. يعني كيوجدو بسرعة هادو سهلين ممكن نقدموهم كمقبلة او. او كوجبة مع اه انسالات. دابا كندوزو القغاطن الثاني. القغاطن الثاني هو قطعنا البصلة كيف ما كتشوفو معي شرائح كبيرة شحرتها مع شوية ديال زيد الزيتون. غنضيف ليا هنا كمية من اه جلبانه. انا هنا غنستعمل بزف الخضرامي عادة اه كنستعمل غي كمية قليلة جدا. هنا غناخد اه يعني اللب ديال ديال القرعاء وقرعا قطعتها طريفات صغار. يعني كمية الخضر كتستعملوها على حسب اه الافراد العائلة. هنا غنضيف شوية ديال فلفل الاسود شوية ديال الملح. هاد الوصفة هدي ما غداش ننضيف لها التوابيل اه بزاف. غنخلي اه المضاق ديال اعشاب المنسيمة اه ايبان. وغد انضيف ان شاء الله واحد المكويل غد يعوض لنا الجبن. اللي كيجي لمادق ديالو بحال الجبن ما شاء الله. سبحان الله. اهنا هو السمن يعني من بعد ما كتشحر لنا هاد الخضر هادي صفيدة بوجدات. كنضيف لها شوية ديال السمن. ما تضيفو الشوص. الى كان عندكم سمن مجهد بزاف. كيبقى على حسب دوق. انا هاد اللي عندي ما مجهدش بزاف. صفيدة بكتصبح اه واجده هاد الخضر هادي. كما انكم الى كنتوا يعني ممكن تستعملوا الجبن كذلك بغيتو. اهنا عندي بودرة اللوز. غناخده غنخلي هنا واحد شوية. باش غدا نزين بيه القغاطة من الفوق. غدي جينا واحد سطح مقرمش اه بهد بهد اللوز هادا. وهنا عندي استاء ديال البيضات. يعني كنضيفو هاد القغاطة هادا. كنعوضو الجبن باللوز يعني ببودرة اللوز. وهدي كلمة العلقاء ديال السمن. هنا اضفت اعشاب مناسيمة. اضفت الزعتار والزعيطرة. الزعترة اللي هو الزعتر البري. اهنا اضفت اه الثوم لمحكوك. اهنا المعدنوس. يعني كنضيفو التومة وكنضيفو ربيع وكنضيفو هاد اعشاب مناسيمة هاد شي كله. باش كيطلع لنا شوية الوجو ديال المضاق ديال القرعة لانك تعرفو القرعة شوية باسلة. انا غنضيف شوية ديال الملحة وشوية ديال المزار. يعني اللي هو الفلفل الاسود. يعني دلوري ما نتبلوها مزيان هاد القرعة هادي باش ما يجيناش القغاطة باسل. ايلا بغيتو تضيفو توابل اخرى ممكن. انا غنضيف هنا اه حليب جاوز الحيند اللي كيف ما لكم ممكن اننا نعوضوه بحليب اللوز او حليب عادي او يوخت طبيعي يعني لكم حرية الاختيار. انا كنحاول هاد الايام نقص شوية من الجبن. اه هنا عادة انا كان هاد القرعة هادي شوية هاد هنتها بشوية ديال زيتون وشويتها في الفرن درجة ديال الحرارة ديالو كانت مية وثمانين. انا عادة كان عما رغي هادو كل القريعات بوحد شوية ديال هاد الحوشو هادي يعني ما كان نستعملش هاد الكيمية كاملة ولكن هاد المرة هادي حتاجيت انا يعني في الطبلة ديالي ما كانش بززا ديال الخضرة يعني كان هادا هو اه كانت هاد القغاطة هادا هو اللي في الخضرة دونك داك شاش استعملت الخضرة كتيرة. وهنا كن نضيفو هاد لابا غاي ديالنا من الفوق. سافي هال القغاطة مواجد يعني بسرعة مم يعني مم وليداتكم يقدروا يحضروا بحالة ديالوصفات هادي اللي سهلة وسريعة. كان كنت اخنت الفرن يعني نفس الطريقة يعني من مية وثمانين الميتين درجة وهنا غدروا شو بهاد البودرة ديال اللوز وهنا ده بسطح ممكن اننا نزينه بطماطم دوائر او طماطم يعني طماطم الصغيرة ممكن اننا نحتى نخرجه نزينه بالزيتون الاسود ممكن اننا نزينه يعني بالعديد العديد العديد من الاشياء بما اننا ما كنضيفوش الجبن من الفوق كنعاوضو يعني هاتش كله كنعاوضوه كنعاوضو الجبن بهاتش اللي قلت لكم سافي دبا يعني الوصفة الاولى وجدات كتجي على هاتشكل يعني ممكن نقدموها مع سلطة يعني كوجبة عشاء خفيفة او كمقبلة يعني في الفطور ديال لرمدان وللأيام العادية وصفة سريعة جدا وسهلة ولديدة في نفس الوقت يعني ممكن اننا نحضروها حتى يلا بغينا يعني كي تكالح تبارد هاد هاد القخاطة هادا تمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم للاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفات ويعجبكم وكان قل لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة